امتى انا انجو بنفسي من عدم الراحة او مش مبسوط مش يعني ايه اللحظة اللي حضرتك شايفاها من واقع حضرتك واستاذة ولاي انا دايما بشوف ان اكتر مؤشر خطر ان انا يعني اخسر نفسي انا لو خسرت يعني اخسر نفسي انا بحب دايما يعني ما اقولش حاجة كده مجرم ما نفهمها اخسر نفسي اللي هو بعض بيني وبين نفسي اقول انا شخصيتي مش كده انا تنزلت علشان فلان عن حاجات كتير جدا في شخصيتي فانا اخسرت نفسي يعني انا كانت شخصيتي شخصية ما بتتقبلش مرحة اجتماعية ما بتتقبلش مثلا واقع ما مرحة اجتماعية شخصية لي رأيي عندي كينونة ما فجأة اخسرت الحاجات دي كلها انا لو خسرت الحاجات دي ابقى اخسرت نفسي ابقى اخسرت شخصيتي ابقى عايشة بشخصية من الشخصيتي دي قدر من المرونة من أجل أننا يعني بتحصل وتتعامل وسير الحياة بس لما أخرج نفسي بشكل بشكل أن أنا بعدها خلاص اتأذيت نفسيا أيها يعني ما اتأذيت نفسيا معلش اللي هو أنا ما قدرتش أتحمل لأن كل حد بيبقى ليه طاقة لما بتزيد الطاقة دي عن حدها بتتقلب ضدها وبعدين أنا لما أفضل أنا لما ببدي حد حاجة لازم ألاقي على أقل شيء تقدير واهتمامه وفكرة أن أنا زي ما بدي زي ما بياخد فالشخص المعطاء دايما بدون ما يشوف أي تأدير للشخص اللي بيدي له كل حاجة ما بيلاقيش ده فبيبتدي يفوق لنفسه أنا لو حاسيت أن أنا خسرت نفسي وبدي من غير ما اكتسب أي حاجة ليها مكسب لي مكسب نفسي حتى ومعنوي فأنا ما بقدرش أكمل فأنا ساعتها بالنسبالي العلاج الوحيد هو البتر هو القطع فسي لأن أصارح الأول أصارح الشخص بالحاجات المبايقة ده بيحصل أنا بتكلم في بعد محاولات لما ملاقيش استجابة من الشخص خليني أقول رأيه أنا بقول لك الكلام ده بعد محاولات كثيرة يعني المرأة أو الرجل لما بيبقى خلينا نتكلم عن علاقة زوجية سواء كان من قبل الرجل والمر طبيعي إحنا بنستنفذ فرص كتير جدا إحنا ما بناخدش قرارات بعد فترة قصيرة إحنا بنبقى استنفذنا طبيعي جدا وتحملنا وجينا عشان كده بقول الحاجة اللي بتفوق الطاقة معنى إيه بتفوق الطاقة يعني أنا قريدي خلاص عملت الطاقة دي وما قدرتش هتحملها فعشان كده خدت القرار القرار بالنسبالي أنا البتر والعلاج هو القطع لأن ما بعد ذلك هتحصل الكوارث إذا كان حضرتك اتفضلتي وقلتي إن كان في محاولات كثيرة للعلاج فخلاص يعني خلاص آخرت ده معروفة لا إما يا إما بعد كده الضرر اللي بيبقى بعد كده مش ضرر نتيجة القطع والبتر بيبقى الضرر بعد كده بيبقى حاجات تانية خالص بتسبب الأذى فيما بعد بقى لأي حاجة نتكة عن العلاقة خشف فيش السايكل بقى بزرع في شخص ده إلا المغلقة أنا بشوف إن أهم حاجة أولاً يبقى فيه مشاعر ما بين الزوجين خلاص؟ أو أي علاقة لازم يبقى فيه حب ومشاعر طيب افترضنا أن شخص بيحبه والتاني لا يبقى طول الوقت هيبقى فيه تنازل من الشخص اللي بيحب لأنه بيحب إنما ما بيلاقيش الطرف الآخر بيديله أي عطاء أو بيديله أي حب أو مشاعر أو حتى دفع للأمام ألفا قنوات الأسرة العربية